السلام عليكم و أهلاً و سهلاً بكم في فيديو جديد النهاردة هنتكلم عن الفنانة ياسمين صبري بعد الأخبار الكتير اللي طلعت خلال الساعات اللي فاتت و مالة السوشيال ميديا بخصوص رجاعها لطلقها وجوزها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة و هنشوف النهاردة ياسمين صبري بترد على الأخبار دي بنفسها و بتوضح حقيقة رجاعها لأبو هشيمة و بتعلينها بكل صراحة بس بلا أي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو و اشترك في القناة لو ما كنتش مشترك و فعل زرار الجرس على كل الإشعارات ضروري جداً جداً علشان كل جديد يجي لك لحد عندك و ما تنساش تقول لي رأيك في موضوع الفيديو في الكومنتات انتشر خلال الأيام والساعات اللي فاتت خبر رجوع النجمة ياسمين صبري لطلقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والحياة الخبر ده كان انتشر من كم شهر لكن وقتها ياسمين ما علقتش عليه بس المرة دي خبر رجوعها لأبو هشيمة انتشر بقوة واللي ساعة لانتشار الخبر المرة دي هو تأكيد أكتر من صحفي فني للخبر وعلى رأسهم الصحفي هاني عزب اللي نشر بوسته على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك وكان البوسته عبارة عن صورة لياسمين صبري وهي لفس خاتم الزواج وعلق هاني عزب على الصورة دي وقال ياسمين صبري تعود لارتداء خاتم الزواج من جديد سعره حوالي 200 ألف دولار وبالمصري ما يقرب من 6 مليون جنيه ورغم ان هاني عزب ما قالش بشكل رسمي ان ياسمين رجعت لأبو هشيمة لكن البوست الناس مهمتوا انها رجعت له فعلا وان رجعهم لبعض كان بعيدا عن الإعلام وبعيد عن عين الصحافة والحقيقة ختم الجواز ده بتاعها ومش شرطه عشان لبسيته تبقى رجعت لأبو هشيمة ووسط حالة الجدل الكبيرة اللي ملت السوشيال ميديا كان لازم يكون في رد من ياسمين صبري تحسن به الجدل ده وفعلا خرجت ياسمين صبري للإعلام عشان ترد الأول مرة على خبر رجعها لطلقها أبو هشيمة وقالت ياسمين صبري لإحدى المواقع الفنية انها ما رجعتش لأبو هشيمة وكملت كلامها وقالت بالنص زي ما الطلق كان معلن أكيد لو رجعت مش هيكون في السر وبكده ياسمين صبري تكون قفرت الباب في وش الشائعات اللي طلقت عليها طول الشيور اللي فاتت واللي كانت بتقول انها رجعت لأبو هشيمة في السر وانها نزلت صورة لها في نفس الوقت اللي نزل أبو هشيمة صورة ليه في نفس المكان ونفت ياسمين بشكل قاطع كل الكلام اللي قاعد يحلله بتوع السوش الميديا ومش معنى انهم نزلوا صور ليهم في نفس المكان يبقوا رجعوا لبعض والجدير بالذكر ان ياسمين صبري وبهشيمة كانوا أعلنوا جوازهم آخر شهر إبريل 2020 في حفل عائلي بسيط بحضور بعض أقاربهم وقصدقائهم ومن وقت جوازهم كان كل شوية بتطلع عليهم شائعات انفصال لحد ما أعلنوا انفصالهم بشكل رسمي يوم 4 مايو سنة 2022 بعد سنتين بس من جوازهم وبرضو من وقت طلقهم والحد دلوقتي إشعاعات رجوهم لبعض كانت كل شوية بتظهر لحد ما أخيرا ياسمين صبر طلعت ونفت بنفسها كل الإشعاعات دي وفي النهاية أنا بشفركم جدا لأنكم كاملتم معايا الفيديو الحد دلوقتي على وعد بلقاء جديد والحد هنا يكون الفيديو خلص لكن لسه أسرارنا ما خلصتش استنونا في فيديوهات جديدة وأسرار جديد على قناتكم أسرار النجوم ترجمة نانسي قنقر